أنا كنت في جلسة الأسير محمود العرضة ممنوع نشر محكمة المخابرات أجد في طلب ممنوع نشر أي تفاصيل أي تفاصيل نحكي على وسائل الإعلام إلا شكلتين فترة التمديد محمود العرضة تمدد لها 29 شهر برضو على وضع الصحي وحتى وضع الصحي ما كانواش كابلين أنه نحكي ولكن بعد نقاش طويل أنا بأقولكم أنه سمحونا نحكي عن وضع الصحي تبع الأسير ومحمود العرضة وضعه الصحي جيد ولا يتعرض للتعذيب أقدرش أقول أخرى شكلات ثانية أكثر شكرا يعني لا يتعرض للضرب أم لا يتعرض للتعذيب نفسه لا يتعرض للضرب يعني لا يتعرض للتعذيب جسدي ووضعه الصحي جيد كان ظهر عليه أنه مرفض لما شفنا مدة التحقيق التعرف كثير محمود حكا لي أنه وضعه الصحي جيد كم جرى تمديد اعتقالك؟ 29 شهر 29 الجلسة القادمة في الجلسة الأخيرة وبعد الجلسة الأخيرة وبعد اللقاء كان يعني تضروا تحكم هل يعني منعتم الآن الحديث بسبب تدخل المخابرات؟ طبعا المخابرات أجت بشكل واضح ببداية الجلسة طلبت أنه ممنوع نشر أي معلومة أو حتى معلوم صغيرة وكانوا راضين حتى نشر مدة لوين تتمدد حتى عن وضع السحي فكان نقش في المحكمين بين وبين المخابرات حكيت للحاكي إننا هذا الشيء واحد يمت دلتلاتي הוא אמר שלא היה שום דבר وأوفر أي تفصيل من التحقيق حتى عن تفاصيل معينة بسيطة جدا من واجب المحقق أن يفسحها أمامنا ولكن بسبب أمر منع حضر منع من تفصيل أي نشر معلومة معينة المحكمة أكرت بالسماح لي فقط بالخروج للصحفين والعائلة بالتصدير فقط مع وضع السحي وضع السحي وعنويات محمد العرضة هي عالية وضع السحي تمام ويطلق العلاج من مصرحة السجون في العيالة تم تمديده حتى 29 الشهر الحالي بدون أي تفصيل معين والمخابرات فصلت المحكمة في الملف سر التي عرضت أمام القاضي أن هناك تطور خطير وكبير في ظروف التحقيق أما هو معلوم عن تفاصيل التحقيق واعتقال الأسرى الأثنين التي تم اعتقالهم صباح اليوم كيف هو وضع الصح؟ وضع الصح تمام حاليا وضع الصح جيد يطلق العلاج من العيادة في مركز تحقيق المخابرات بعد أن تم الاعتداء عليه في جبيني ويدي روالي أنه تطلق الأدوية الصحية والعلاج التاني